وفقاً للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية تحتوي الأولويات الثماني في السياسات الخارجية الأمريكية التي ذكرها بلينكون على إنهاء وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على الديمقراطية الأمريكية والهجرة والتحالف وتغير المناخ والتكنولوجيا والصين الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها القوى الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحدي النظام الدولي المستقر والمفتوح بشكل جدي علاقتنا مع الصين ستكون تنافسية عندما يجب أن تكون كذلك وستكون تعاونية عندما يكون ذلك ممكناً وستكون عدائية في حال لا بد أن تكون كذلك تعليقاً على تهديدات الصين التي ظلت الأوليات المتحدة تروج لها قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعة إن بكين تأمل في اتخاذ الجانب الأمريكي سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين ودفع إعادة العلاقات الثنائية إلى مجرى تطور سليم ومستقر نأمل في أن ينظر الجانب الأمريكي في الالعقات بين البلدين بشكل موضوعي وعقلاني ويتخذ سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين ويتقاطم مع الصين نحو نفس الاتجاه ويقوم بالمزيد من الأمور المجدية لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين البلدين اشتركوا في القناة